المطبخ المرغبي من اشهر المطابخ في العالم. انت مش روسي ياه. انت استعال تكون روسي. انت عميل مخزاني ياه. انت مش روسي. اللي يقول كده الكلام ده ميكونش روسي ابدا. انا متأكد ان انت مش روسي. انت عميل مخزاني. انت متفق مع فوز الاقجع. انت المخزن بيديك فلوس والمغربة بيديك فلوس. انت مش روسي يا له. ايه المطبخ المغربي ده? ايه المطبخ المغربي ده? كل حاجة بتاعتنا ياه. الكوسكوس لا الكسكس ما يعرفش ان هو مغربي وانا بقولك الكسكس مش مغربي الكسكس بتاعنا احنا انا كده اتأكدت ان انت واخد فلوس من المخزن ومتفق علينا ومتفق مع فوز الاقجع ايه علاقة فوز الاقجع بالاكل اوه كده غلاسة كده انتو كمان متلعين لنا واحد روس يقولي الكلام ده انا ناقص يا اخويا ولباسكم القفتان المغربي والجلبية من اشهر ازياء في العالم الراجل ده كدهب انا قلت مل اول ان انت عميل مخزاني انا انا قلت ان المغربة بيدك فلوس مين اللي قالك ان الكفتان المغربي ولا احنا كوكب ليلا احنا اللي عملنا الكفتان يا باش Facatten المغربي احنا عمرنا واسمعنا الكلام التي انت تقولو ده الراجل روسي وطلع بيشى تشهادة حق احترم نفسك بك ايوه يا بوتن دلوقت انا زعلان به واحد عندك طلع يقول لي قدبوا قالنا وبيقول ان الكفتان المغريبي والكسكس مغربي وبيقول انه اللبس المغربي حلوة قوي وانه بيروح المغرب هو صح وقفل التليفون حضر ساعة تل باشا وانا السعيد بيرتداء هذا الجلباب المغربي انت كمان بتلبس اللبس بتاعهم بص بقى يا باشا بعد كده لما تطلع في برنامج تقول انا سعيد بيرتداء اللبس الجزائري عشان احنا طلعين بقالنا 100 سنة بنحاول ان احنا نغار الحقيقة ونغار التاريخ ونزور في التاريخ ونقول انه الكفطان جزائري وبنزور في التاريخ ونقول انه الكسكس جزائري وبنزور في التاريخ ونقول ان المغرب ما عنده ولو وان احنا اللي عندنا كل حاجة منتطلعش انت بقى في الاخر تباوزلنا كل الحاجات دي انا هعملت فيك شكوة في الاولى للمتحدة وهشوف مين اللي مولك وميديك فلوس عشان تقولي الكلام ده العالم كله بيتكلم عالمغرب كويس وبيقول كلام حلو عالمغربة وبيشيد بالمغرب وبيشيد بتجربته في المغرب والتعامل مع المغربة وبيحب اللبس المغربي والاكل المغربي ودول في كوكب لالا دماغهم في حتة تانية دول بالنسبة لهم اي حد يتكلم كويس على المغرب اذا هو عميل مغزاني ولقجع متفق معاه وامعرفش ايه اللقجع برضو هم مبارح طالعوا واحد عالتيك توك عامل لايف عارفين قال ايه يا جماعة قال ان المخدرات اللي موجودة في كوكب لالا لقجع اللي مدخلها طب ايه اللقجع يعني اللقجع ده في الكورة اعلقتوا بالكلام ده يا جماعة انا مش عارف فالناس عينين دماغهم تعبانة وكل يوم هجيبلكوا واحد من مكان في العالم بيوشيد بالمغربة وبيتكلم كلام حلو على المغرب ويقول تجربته في المغرب وبيقول ان هو بيحب التراث والطباع والتقاليد المغربية وانت كوكب لالا خليك تعبان لوحدك كده لان الله في كوكب لالا اشتركوا في القناة